على متن هذه السفينة الغارقة في أعماق المياه اللبنانية كان يتكدس نترات الأمونيوم المنفجر في مرفأ بيروت إنها السفينة رسوس المتهالكة التي غارقت قبالة الرصيف الغربي للمرفأ وقد حصلت الامتي في على صورها بعدما نزل عام 2018 فريق الغطاصين في الدفاع المدني لسد ثغرات في هيكلها يتسرب منها المزوط والزيت وهناك تساؤلات مطروحة حول مرسلات حصلت أخيرا حول شحونات النترات في 22 تموز مع وزيري الأشغال والعدل لفتت إلى أن الباخرة راسية في مرفأ بيروت وهي في الحقيقة غارقة في قعر البحر فهل المجلس الأعلى للدفاع لم يبلغ بغرق الباخرة من أسرار الباخرة التي أصبحت حقائق صادمة أولا اعتراف القبطان الروسي لباخرات الأمونيوم المنطلقة من جورجيا بأن شاري الشحنة شخصية وهمية غير موجودة وبأنه تلقى أوامر من رجل أعمال روسي قبل مغادرة الباخرة البحر المتوسط للمرور في بيروت وعلمت الام تيفي أن الشركة التي اشترت النترات من جورجيا بحجة إرسالها إلى المزنبيق تدعى سافارو وهي وهمية موقعها في لندن كناية عن بيت صغير مقفل ولديها مكتب في أوكرانيا ومدير لتواني وآخر أوكراني وجميع مواقعها الإلكترونية غير موجودة وهي باعت مواد مماثلة سابقا من الاتحاد السوفيتي إلى إفريقيا وعلم أنه تم إرسال البضاعة إلى شركة فابريكو إكسبلوزيف موزنبيق وهي تصنع متفجرات الحقيقة الثانية ما كشفته الام تيفي من تنص لشركة ريسافي أزوت جي أسي من تصنيعها للنيترات عام 2013 وتساؤلات حول أسباب تغيير الشركة لهويتها من ريسافي أزوت LLC إلى ريسافي أزوت جي أسي عام 2016 الحقيقة الثالثة أن كمية النترات التي انفجرت أقل بكثير من 2750 طن ما يطرح تساؤلات حول الكميات التي اختفت من العنبر 12 في هذا الوقت ذكرت وكالة رويترز بأن وثائق اطلعت عليها أظهرت أن مسؤولين أمنيين لبنانيين حذروا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الشهر الماضي من أن وجود 2750 طن من نترات الأمونيوم في مرفق بيروت يمثل خطرا أمنيا ربما يدمر العاصمة وعلمت الان تيفي أن جزء من التحقيقات تتركز حاليا حول كيفية تخزين النترات انظروا إلى كيفية التخزين في الأردن فالمواد موضوعة في مستودعات يحيطها 40 كم من الخلاء والمخازن اعتمدت على إقامة جدران باطون فيما سقف من الفولاذ الأمر الذي يضمن في حال حدوث انفجار أن يكون للأعلى دون انتشار جانبي إضافة إلى وجود سواتر ترابية لامتصاص الصدمة فعلا إن فضيحة التخزين والإهمال قادرة وحدها على إطاحة رؤوس كبيرة فكيف إذا دمر الانفجار عاصمة بأكمالها في هذا الوقت وصل عدد الموقفين إلى 19 من الموظفين علما أن وكيل مدير عامل جمارك بدري ظاهر المحامي جورج خوري تقدم من جانب النيابة العامة التميزية بطلب تركيم موكله بعدما تعد توقيفه لدى الشرطة العسكرية المدة القانونية من جهتها أعطت النيابة العامة التميزية تعليمات لإداعها الموقفين كي يتم إحالتهم على قاضي التحقيق العسكري الأول لإصدار مذكرة توقيف بحقهم في انتظار تعيين محقق عدلي يضع يده على الملف